توقعاتك إيه ليوم السبت؟ هل فعلاً مصر ممكن تحقق أول ميدالية برونزية للعبة جمعية في توكيو؟ بالتأكيد يعني أنا كنت يمكن قبل الفاصل إحنا كنا نتكلم على الجزء الأولاني اللي هو اقتحام السيمي فاينال في الأولمبياد ده حاجة مش سهلة أول مرة كفرقة عربية حتى أول مرة كفرقة عربية أو أفريقية وتاني مرة كفريق من خارج أوروبا لأن اللعبة دي يعني أوروبية بحتة ففي بعد الفرق مصر عملت ده فده الجزء الأولاني الجزء الثاني إحنا النهاردة كان عندنا مباراة مع فرنسا ما حالفناش الحظ في الشوت الثاني الشوت الثاني كان عندنا شوية مشاكل فيه تقلق غير عادي كان من حارس فرنسا أولادنا ليقتهم الزهنية نزلت شوية في الشوت الثاني إنما برضو إحنا كنا قريبين يعني حاجة وعشرين إحنا لتنين جدا جدا ونفس الكلام المنتخب الأسباني حتى بالصدفة نتيجة المباراتين ودي مصدفة غريبة جدا إن نتيجة المباراتين بتوعى السيمي فينال لا بشبه بعض هم بالزبط زي بعض سبع عشرين تاتة وعشرين سبع عشرين تاتة وعشرين فاللي بيوصل في الألعاب بصفة عامة اللي بيوصل السيمي فينال ده النس بتعتبروا بطل ده في بعض الألعاب في بعض الألعاب الفردية الأربعة اللي بيوصلوا للسيمي فينال كلهم بياخدوا مديليات ده في فرده واتنين برونز فإحنا قريبين جدا جدا زينا زي أسبانيا مباراتنا معهم في الملعب اللي حيبقى أكثر توفيق اللي حيبقى أكثر لياقة ذهنية اللي حيبقى الحظ معاه هو اللي حيعدي موسيقى